في كتير جدا من الناس ممكن تقول لك ايه على اليوديو تقول لك ادخل شوف الفيديو ده وانت تعرف ازاي تكسب خمساشر الف دولار شهريا طبعا باختلاف الكلام اللي بيتقال يعني انما كله في سكة ديه كلها ارقام غير منطقية كلها ارقام كبيرة جدا انت اصلا ما بتبقاش متأكد ان صاحب الفيديو نفسه يقدر يكسب المبلغ ده في بعض الناس التانية بتقول لك نصايح فتقول لك مثلا ايه ازاي تجيب الف مشترك في عشر ساعات طبعا ده مستحيل انت متقدرش تجيب الف مشترك في عشر ساعات مشكلة في انه بعد ما بتدخل الفيديوهات دي انت بتكتشف انه هما الناس يقدمون لك نصايح عادية جدا اشرف اليوتيوبرز يعملوا كده طيب هل دي حاجة مؤسفة ولا ده نوع من انواع الدعاية المشروعة اللي كل الناس المفروض انها تعملوه انا مش عارف الحقيقة لكن انا بشوف ان اغلب الناس او كل الناس المشروعة على اليوتيوب بتعمل كده بتكتب عنوين مبالغ فيها جدا حتى الناس اللي بيقدموا حاجات نفعة للناس برضو بيوضوهم بان الحاجات دي تنفعهم اكتر من المتوقع وهو كلا بيعتقد انه هو ده عنوان بيشد بس العنوان اللي بيشد لازم يكون فير يعني بالاضافة لانه هو يكون بيشد لازم يكون فير طيب هل اي حد يقدر يقدم الخدمات العظيمة اللي بيحطوا عنوين خداعة بالشكل ده يقدر يقدمها طبعا يعني الاستراتيجية اللي محتوطة في اكتر من الف فيديو علشان تجيب الف مشترك انا اقدر اقولها لك واي حد يقدر يقولها لك يعني هيقولك اول حاجة لازم تهتم بالمحتوى تاني حاجة لازم تهتم بالتصوير تالت حاجة لازم تهتم بمونتاج قواعد عامة ان كان ده بيدل على حاجة فهو بيدل على حاجة مهمة جدا الا وهي ان مفيش اي حاجة خالص في الدنيا بتجيب فلوس من الهوى يعني وعشان كده انا عملت الصورة المصغرة مكتوب عليها ازاي تجيب فلوس من الهوى يعني انا متوقع انه في يوم من الايام في حد حيقول كده على اليوتيوب والناس هتدخل تشوفه علشان خاطر تعرف ازاي تكسب فلوس من الهوى مش هيقدر يقوم يعني فضوله مش هيجيبه انه هو يقوم حاجة زي كده شكرا شكرا